اتحاد لجان المرأة الفلسطينية ومؤسسة الضمير ومركز بيسان للبحث والإنماء ومؤسسة الحق والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال فرع فلسطين واتحاد لجان العمل الزراعي ست مؤسسات فلسطينية صنفت إرهابية حسب بيان لوزارة الدفاع الإسرائيلية جاء فيه أن هذه المؤسسات تمثل جزءا من شبكة منظمات تعمل تحت غطاء في ساحة الدولية بالنيابة عن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين لدعم نشاطاتها وتحقيق أهدافها اتهامات وصفها مسؤول بعض هذه المؤسسات بالخطيرة هذا قرار سياسي بامتياز هو تواصل ومتواصل مع حملة إسرائيل لتجفيف موارد مؤسسة الحق لمهاجمتها للتشهير بها النابع من دورها وعملها وبالتالي سنستمر بعملنا لأن الموضوع ليس وظيفة الموضوع هو إيمان وأعقيدة عميقة لدينا بالعدالة إدانات رسمية فلسطينية لهذا القرار حيث وصفت وزارة الخارجية قرار جانس بالافتراء وحذرت من عواقب محتملة لما وصفته بالهجوم غير المسبوق وحملت إسرائيل مسؤولية سلامة موظفي هذه المنظمات وطالب الملتقى الوطني الديمقراطي الذي يرأسه ناصر القدوة المجتمع الدولي وخاصة الدول التي تتصدر قائمة المدافعين عن حقوق الإنسان بالتحرك العاجل هو خطير للغاية نحن نتحدث عن مؤسسات من أهم مؤسسات المجتمع المدني في فلسطين من أهم مؤسسات حقوق الإنسان في فلسطين هي ملاذ وملجأ للمواطن الفلسطيني التي تنتهك حقوقه بشكل يومي من قبل الاحتلال وعندما يتم محاولة إسكات هذه الأصوات المهمة والوازنة حول العالم من خلال تصنيفها بأنها إرهابية عمليا ما يحدث هو وسم النضال الفلسطيني بالإرهاب وحسب القرار الإسرائيلي عملت هذه المنظمات تحت غطاء منظمات المجتمع المدني لكنها تتبع للجبهة الشعبية ومن ناحية التمويل تشكل هذه المنظمات مصدرا رئيسيا لتمويل الحركة بأكملها وتؤدي دورا هاما في بناء قوة الجبهة الشعبية التي تصنفها إسرائيل بالإرهابية إعلان إسرائيل مؤسسات حقوقية وأخرى تابعة للمجتمع المدني بأنها إرهابية أثار ردود فعل محذرة من استهداف هذا النوع من المؤسسات ودفع منتقديه إلى القول بأن الهيئات الحقوقية لم تعد في منأة عن الاتهامات السياسية تروا تقرأ الحرة رام الله ترجمة نانسي قنقر